موسيقى أهلاً وسهلاً ومرحباً بالمتسبعين ومتسبعات جريدة نيش على الآن نحن اليوم مع أصحاب الدكسية الكبيرة مع ممتب النقضة يعني السبيوضة بينك تكلمنا عن المشاكل التي تتعرضونها من طرف النقل السياحي كيف مما سبقاً لنا صرحنا بالسفت المرات أننا وقينا مشاكل كثيرة في مطار المراكس المنارة خاصة بالنقل هنا كان عانيه من عدة مضايقات عدة مضايقات مثلاً من النقضة السياحي التي لا تحتاج إلى تحملاته سيارات المعدة للكيلة النقل عبر التطبيقات هنا هؤلاء المساعدة كلهم يعملون بالنسبة للنقل عبر التطبيقات يعملون خارج الإطار القانوني غير مرخصة ويظهرون هنا كيف يستطيع زيبنا بالنسبة للنقل السياحي يعملون خارج الإطار القانوني المرخصة بالنسبة للنقل السياحي أيضاً يعملون خارج الإطار القانوني أو يعملون خارج الإطار قانوني يعملون خارج الإطار قانوني والمراكز الإطار القانوني غير مرح المشاكل هنا كثيرا تسعف كيف تعلموا بأنه بالنسبة لسيارة الوزارة النظام ديالها كثيرا عليه شركة دباء منظمة قادر أمر مزيانة أمر مزيانة الحمد لله ولكن باقي ضايع لنا القناة باقي ضايع لنا وكورصات ديولنا كيف يرى هذا الطرق إذا كنا إذا كان يتطبق القانون خصوة يتطبق على الجامعة نحن مجتزمين بالنيضة ومجتزمين بالتاني ومجتزمين بالتاني ولكن ما خصوة نضيغة بلاك شركة لكي يدعو هذه الوسائل نقل أخرى التي نعطبها لها غير قانونية ولا ما كانت تحترمش التفطات التي تعملتها لكم يعني السبيوضة شفنا باللي بدانوا إجراءات هنا بخصوص مطار مراكش المنارة يعني اللي كنتو موافقين على اللي هو ذاك البرون اللي كان طم السير ديال التاكسيات الكبيرة والصغيرة يعني انتو ما تبقتوا بزاف القوانين اللي تفرضت عليكم هنا في مطار مراكش المنارة اللي كان بتفاوق معكم ولكن هاد الناس اللي كيجو كيجو لكم يعني لقمة العيش جيالكم كيجو كيجو لكم بغير قانون نحن ما عمرنا ما كنا من نظام سواء شركة أو عن طريق الإدارة أو بيناتنا أو الأحلامة كمعما العكس نحن من القنادة بها اللي ضمنها نحن مشكلة مزيان ولكن خاصة إلى طبعا كان توافق ما بين الشركة ما بين الممتنة القطاع ما بين الممتنة القطاع ولكن خاصة إلى ذلك ما بين الممتنة القطاع وهذه كانت وعود وكانت شروط وعود هي اللي تحتاجك أول نقطة صرت توافق على هذه الطريقة للعمل هذه وهي أن الإدارة ستحارب جميع أنواع النقطة لما كانت تحتارم وبهذا ستزادنا الخدمة يعني ذلك ما بين الممتنة القانونية سوف يرجع لنا ويمشي بطريقة القانونية إذن هنا لا نهرب من القانون ومن المنظام ولكن نطلبه حقنا ونطلبه تطبيق الشروط والوعود التي تحتاجنا قبل أن تحتاج هذا المنظام الجديد شكرا السجرة كيف سمعتون متسبيات متسبيات يعني سائقين العزة الكبيرة في مطار مراكشن منها يعني يعني يطالبون تدخل العاجل هذا أصحاب تطبيقات أصحاب السيارات الكيراء وأصحاب النقل السياحي يعني عندهم ثلاثة المشاكل ثلاثة المشاكل الكبيرة التي تحتاج تدخل تدخل سريع لحل هذه المشاكل هؤلاء سيئك بجزن بجزن ترسيك مجزن ثلاثة المشاهد اشتركوا في القناة